مرحبا بكم الناس في فيديو جديد وروتين جديد اليوم عندي قضية في باردو نقضي قضيتي الصباح بكري هكيكا خير طقس شميسة محلي حابيت نهزكم معايا نقضي قضيتي يوم بعد نماريكم كيفاش نعدي نهاري اول حاجة نختار الكيس لأقل سيركولاسيون على خطر صباح مكتعرفوا العبيد الكل تخرج في وقت واحد ويوصلوا صغارهم ويتعديوا للخدمة ديما موجودة السيركولاسيون بعد ما وصلت قضية قضيتي تعديد داونتاون في باردو نحب نقولكم عندهم كريب بنينة 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 على الاخر هنا اخذيت كريب سبيكولوس كريمو برسالي بنينة بنينة برشا وان بلوس تشبع معنيتها بنينة على الاخر عملت قهوة ترنكيل من بعد تعديد للقضية اليمن بعد حابيت نوريكم هذا اللي بيع المشاة لهذا موجود على تروت متاع برج العامري حل جديد لسويم معقولة على الاخر معنيتها مهما اسويم ومهيش غالية وبروس عنده برشا حاجات عنده زيتون الي يحب يشري عنده البانان فما الشجرات هذو ممتاع لي بش تزاين بهم مدخل الدار ويلا بش تحوطهم في جنينة متاعك عنده برشا برشا حاجات حابيت ان نبرتاجي معاكم كيف كيف عنده لحبق نعناع الحاجات الكل الكليل كل شي موجود عنده وكلي كاكتوس المزيانين فما لدخل انه نسيت ما صورتهم الكمش بالوردة تبدأ متاعهم مراز وإلاجان ملونين يقتلوا ويجيوا للزينة مزيانين على الاخر كيف عنده رو المحابس والاسويم كيف ما قلت لكم بما انوح الجديد لسويم ما هيش غالية عنده هذوكم اللي يتعلقوا في الحيد فما المحابس العاديين هذوكم البيض والفمك بلورواء ويبدأ ملون مزين على الاخر بعد ما كملت قضيتي كل روحت باش نطيب معاكم العشاء باش نعمل مقرونة بالعلوش مقرونة بالسوس وباش نعمل معها باركيت بالنسبة للمقرونة قليت البصل والحم وطوى باش نحط طماطم تتقلب بالجدي بالجدي حتي ثلاثة مغارف من الطماطم الشريحة اللي نستعملها انا بالنسبة للعبادة جديدة معايا في القناة نحن نحن نخذ طماطم في الصيف نشرحوها نحطو عليها الملح نخليوها تشيح بالجدي بالجدي في الشمس بعد نخبيوها في السطل كبير حت رحنا نخذو كونتيتات كبيرة متاع 100 كيلوها كيكا نخبيوها كل جمعة ما نعرف شينا بالجمعة ولا بالجمعتين كل جمعة نقولو نخذو كونتيتات طماطم الشريحة نحطوها في الماء السخون سخون برشا الماء نحطوها فيه باش ناحية كالملح متاحة ونبعد نرحوها في الميكسور بشوية ماء هذه هي اللي نطيبو بها خاطر بنينة صحية ومبلوس تعطي لون مزيان على الاخر في الماكلة شورتو مقرونة ولا كوسكسي ولا نواصر تعطينا لون مزيان برشا دونك انا في المقرونة على رتال مقرونة نحط ثلاثة مغارف ومغارفها متماتم الكنسانتري نستعمل تماتم سيكا به تعديت خليط العظم العظم العباد اللي تستعمل برشا ده بريفيرانس ناخذو بالبلاتو فما عزيزة دي ما يعملو برومو بعشر الاف سنان في العطار بحديش وميتين وخمسين يظهر للبلاتو حتى نكارفور ساعة يعملو برومو في البلاتوات تعالعظم بعض من نحط العظم متاعي في بلاستها كيف ما قلت لكم بيش نتعدى نحذر الفارس متاع الباركيت ونحط الماء يغلي للمقرونة نعملكو شي ومامطان بيش نربح الوقت هنا قليت الطماطم بالكده بالكده ونزيدوها شوية سكر باش نحك القروسية ونقليوها بالكده بالكده جبت الرند الرند كيف كيف حاجة دياري عنا شجرة في الدار عليش تراو في لونو أخضر وفرشك باش نفواح شوية كركم تبلو كروية فلفل أحمر اذا كان عندكم الهديسة العربي بالطبيعة حاجة نازمة على الأخر في المقرونة مغرفة ريسة عربي ومعني تتحبوها حارة ولا لا وقلت تبلو كروية فلفل أحمر فلفل أكحل ونخلي كل عادة اللي فاحة ديكة يتقلى في شوية ناية كيف كيف طماطم اللورة ونزرقولها شوية ناية باش تتقلى ما تتحقش معني تتقلى بالكده نخليهم يتقلىوا بالكده وبعض باش نمرق بالماء نغتي هيك الحم ونغتي على تنجرة متاعي ونخليه يتيب كيف كيف قلتكم حتيت الماء يغلي للمقرونة ونمشي نزيد نقشر الثوم ونزيد الثوم للمقرونة متاعي المقرونة راه يتحب برشة ثوم وكل واحد كيفاشي طيب فمع بيد ما تحطش تابلو كروية مع العلوش تحطه مع البقري كهو الكوجين اراوا كل واحد كيفاشي طيب انت تتجرب الطيب كان جيتك ابنينة باش تقعد على رساتك هذي كهي اه سينو قلتلكم باش نحضر الفارس بتاع الباركيت اللي هو باش نستعمل فيها العظام المسموتة والطن ومع دنوس باش نستعم فيها معانية باش نخدمها بالطن اذا كانت تحبو تخدموها بالتجاج تنجمو طوال السوس تاع المقرونة متاعي قاعدة تتقلى كيف ما قاعدين ترى وكالثوم باش يعطي قوب نين على الاخر من الريحة ديجاة باش تبدأ خارجة من الثوم هذيك اللي حتيني خليوها تيب في عقلها باش نرجع نقص البطاطا للبركيت باش نقصوها كما البطاطا متاع التاجين نقصها جيدة كيكا ونقلها في الزيت بعد نزيدها العظام المسموتة نزيدها المعدنوس الفرماج يبنن على الاخر ثم الكاتف رماج اللي بنيت تلقاوها عند اللي بيعوا اللي بيعوا الحليب ووجبن هذوكم قلوا اعطيني من الكاتف رماج بنين على الاخر اللي بيعوا بالمئة جرام بالمئة جرام بالمئة جرام بالمئة جرام بالنسبة للبركيت حبيت نقلكم المارك هذي بركيت راهي بنينة بنينة على الاخر البات انتحر هيفا ما هي شكل خشينة وبنينة وما في هي شكل تنجمو تستعملوها في السالي وفي السيكري في السيكري مثلا تنجمو ذوب وشوكلاتة و تحطوها ذوب وشوكلاتة في الكريم فريش و تحطوها فيها و تزيدوها شوي فاكية من فوق جي قتيل الزغار ولا فطور الصباح بنينة على الاخر سينا انا بش نستعملها في السالي و حبيت نقولكم راني انا شريتها من باردو وكل الحنوت اللي بيعوا مستلزمة الحلو الكل عندو قبل ساكت الميترو و هاوكا علمي يظهر لي عرفي حسيلو المركيدي انا لقيتها كان عندهم هما يظهر لي ما بيعوهاش في ما شفت هيش هنا في المجازن جنيرال ما نعرش اذا كان موجودة اما حاجة طيارة على الاخر معنى تجربوها وما تندموش بش نحط كل البطاطا متاعي تتقليه ونرجع نحط المقرونة نحط المقرونة نزيد مغرفة ملع انا ما نحطش الزيت في الماء و ديما ماذا بيا نستعمل الوردة البيضة في المقرونة على خطر الكاليتي طيارة عندهم احسن ماركية الوردة البيضة من الاخرين فيهم برشا شيء ديجا لون الماء يتبدل بش نخليها تتسمى حتيت الزيت يسخن بش نقلي البطاطا متاعي بالنسبة لي يا راي البطاطا مقلية ديما أبن من البطاطا المسموتة هاوكا قاعدة نبارتاجي معاكم في كل شيء بش معني تبش تبدل رسيت قديمكم و ان شاء الله يكون اعجبكم الكونتوني جديد متاع الشين متاعي وليت نعمل روتين كنت نبارتاجي معاكم الروسيت و اك هاو طوا وليت حابيت نبدل شوية في الكونتوني وليت نبارتاجي معاكم روتيني بتاع نهار كامل متنسيوش تخليولي دي كومنتات متنسيوش تشاجعوني بجام للفيديو اذا كان حابيتوه كيف كيف عملو طلع على انستغرام متاعي فام غلامور كويزين فام تيك توك كيف كيف قاعدة نبارتاجي علي وبعد ما قليت البطاطا حابيت نقلي جرينات فلفل بش نزين بهم المقرونة كيف تطيب وفي الحشوة البريك حتيت جبن طوابع قصيتو صغير انا ما دا بيا نشخ شخها خاطر كل ما تزيدوها جبن كل ما تجي اهبنرها بطاطا جبن طوابع مقصوص صغير عظمة سموتة بش نحطها بخصها صغيرة ونحطها مع بنوس اخصلتو بالكديه هدا يهو الكتف رماج الطن اول ما نحلل حكا ان نسقطرها بالزيت بش نهو بش نهو بش نهو بش نحط فيها الطن كي ما قلت رو تنجمو تستعملو اسكالوب بالنسبة لسكالوب تايبوه كي ما اللي نعملوه لتاجين نعملو اسكالوب نقصوه دا كوب نحطوه نحطو بصلي يتقلها مع اسكالوب بعد نزيدو ثوم نزيدو تبلو كروية كليل زعتر فلفل لاكحل كوركو ونزيدو الملح ودو بريفيرانس نزيدو اوريق رند ونزيدو كان عندكم الكليل فرشك نزيدو خطري فوح برش وخليوها يتيب حتى اللي يقف على زيته وبعد نفتفتو هكا السكالوب متاعنا تحطو كي ما تحبو معناتها في الفارس انا المرة دا خدمتو بالطن كيف كيف تنجمو تخدموه بالشيفريت راه تقليوها في الزيت زيت ولا زبدة كي ما تحبو انتم معا شوية ثوم راه يجيب نينا برشا حتيت لهنية كعب اعظم بشخلط بها كالفارس انا منحبش الفارس متاعي يجيني مبلول برشا انتم اذا كانت تحبوه مبلول اكثر من هكا تنجمو معناتها تنجمو تزيدو كعب اعظم واحدة اخرى سينو تخلطو شوية ملح شوية فلفل اكحل وهذا هو الفارس متاع البركات متاعنا حذر نحطوه في كعبات البركات ونحطوه ميتيبو على 180 درجة ما تغفلوش عليهم خاطروه مع البركات دجا طيبة والحش وكل شي طيب فيه جس بش معناتها طيبوها شوية واكحاو نحطوهم حابيت نوريكم الكعبات كيفية تشوفوا البات متاعهم مخدومة البات بهي على الاخر معناتها حاجة طيارة هذية هي المارك اسمها باركات بيش نحطهم الفور متاعي دجا يسخن بيش ندخلهم يتيبو ونرجع للمقرونة متاعي بيش نشوفها كيف ما قلت متنسيوش تابعوني على انستغرام ديما عندي ديستوري جدد وديريال جدد بارتاجيوهم مع أصحابكم عملوا لي لايك اذا كان عجبكم الريال اذا كانت تحبوني نبرتاجي معاكم اه لبرا موفي عزيزة اه خليوا لي ديكمنتار اذا كانت تحبوني نهار الاربع اصباحاً نوريكم معناتها في المجازان شنوه فما وشنوه الحاجات اللي تنجموا تستفيدوا بهم خاطرينها قاعدة ناخد في برشا حاجات فما ببرشا حاجات اه رخاص وتنجم تعاون بهم روحك في الكوجينا معناته اذا كانت تحبو نبرتاجي معاكم ما تنسيوش تخليولي دي كومنتير ولا بعثولي دي ميساج على الانستغرام قاعدين يوصلوني ميساجاتكم المزينين مارسي بوكول العبيد اللي قاعدت شجع فيها وهذا هي المقرونة متاعي حذرت باش نسقيها وجست نحب من قلكم شوفوا اللون متاع السوس قديش محلي وقديش بشي زينا لنا المقرونة متاعنا من بعد قديش بشي جي لونها مزين هذا الكل من التماتم الشريحة اللي حكيت لكم عليها ننصحكم تجربوها راي حاجة صحية وبيهي على الاخر وتعاونها راي في تصور انتير ما قلونا قديش كون بش تحط عليهم من غرفة تبادلهم بالتماتم هذي يعاونك تنقص عليك المصروف خاطر دجاحك التماتم وليت بربع علاف وحاجة وشوية اربع علاف وخمسة مية يظهر لي وزيد تاكل في حاجة صحية معنيتها هذي حاجة ننصح بها العبيد الكل في الصيف ان شاء الله العبيد الكل تحذر عولتها وهاكم التراو في الرزولتها معنيتها في المرقع انا ما نحطش منها برشة نحط مغرفة واحدة والمغرفة مش معابية برشة باش ما تجيب ليش اللون غامق ومعها اربع مغرفة تعتما تم كونسنتري وفي المقرونة وفي الكوسكسين نحط منها بالقضاء على خاطر تعطيني لون مزيين للباتم تاعي هذي هي هذي هو روتيني لليوم ان شاء الله يكون عشبكم ان شاء الله يكون قاعدا نفيد فيكم وهذو ما هوما كعبات البركات متاعي طابو تنجموا تزيدوهم زيتون مقصوص من فوقي زي برشة وبعض ما احذر العشاء متاعي وتعشينا رجعت مش نظف الكوجينا متاعي حبيت نواريكم البروديو اللي نستعملو للكوجينا كسو سواء للفايونس وإلا للغاز فورس اكس بريس راهو طيارة عالاخر نستعملو انا للفور للميكرو واند للغاز ان شاء الله مبرتاجي معاكم الفيديو وشوفوا الريزولتات متاعو هوا اليوم مش نظف معاكم الغاز ونواريكم الريزولتات في الاخر كيفش هو راو فما فورس اكس بريس زيدة للسال دوبان اما انما جربتو ما حسيتش فما فرق كبير معنات هتنجم تخدم بهذا كل شي لسبابل حاجة طيارة عالاخر يعطينا لبعا لسبابل مزيانة برشة ينحي هيكا زيوت بالغاز في الفور ينظف بالجداء بالنسبة للفور نسخنوه شوية ونطفيو الفور متاعنا وبعض نحطو البروديو راهو ينظف عالاخر عالاخر كيف كيف نستعملو حتى للفايونس للس بابل حاجة طيارة برشة ووصو ممتاعو ناخذو من المرشة موجود بعشرة لايف وفما يشكون يبيعو باثناش ندينا وراهو يشد بالجداء معناتها تنجم تستعملو يقعد معاك بتاعش هايرين هاك كاكا يظل كل شهرين تشرب عشرة لايف خير من اللي تاخد اي بروديوين ما ينظفو شو غالين هذي الاستويس متاعي لليوم ان شاء الله نكون قاعدة نفيد فيكم وشو حبيتكم تشوفو الرجولتا بعد من نظفو الغاز متاعنا كيفاش بيش تكون الهنين نخليها بتاع ربيع ساعة دريجين ربيع ساعة ونرجع نظفو نبقاها نظيف وشوفو اللمعة اللي في الغاز اللي وليت حاجة طيارة عالاخر ان شاء الله تجربو للمشاهدة و تخليو للمشاهدة بس لما في روتين شديد ان شاء الله